لماذا تعيد القوات التركية انتشار قواتها؟ فهي تخلص بمواقع عسكرية شمال غرب سوريا في الوقت الذي تدفع به تركيا لفصائل موالية لها بأن تخود اشتباكات ضد قوات سوريا الديمقراطية قرب عين عيسى كيف يمكن فهم هذه التحركات التركية لقواتها؟ كما هو معروف منذ فترة طويلة الرئيس أردوغان كان يصرح بأن على الدول التي تحمي حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية التي هي رديف لحزب العمال الكردستاني بأن تلتزم بوقف اطلاق النار وأن لا يكون هناك أي اعتداءات على الأراضي التركية وعلى الشعب التركي ولكن للأسف الشديد نجد بين الحين والآخر هناك اعتداءات تأتي من هذه الأراضي وقد حزرت تركيا مرارا وتكرارا بأنها في حال استمرت في هذه الاعتداءات هذه القوات سوف تضربهم وتبعدهم عن المناطق التي هي متداخمة معها لحماية أمنها القومي وفعلا بعد أن جرت مشاورات بين تركيا وروسيا من طرف وبين الولايات المتحدة وتركيا من طرف آخر وجدت تركيا بأن ليس من الأمر سهل التزام هذه الأطراف المعنية بما فيها روسيا بما فيها الولايات المتحدة بما فيها حزب الاتحاد الدموقراطي فكانت الحل الوحيد شنهجوم أيضا لطردها من المناطق القريبة للحدود التركية السورية ربما إلى الداخل في هذه الحين ولكن هذا لا يعني بأنها تنتظرهم في حال أصبحت أو تكررت هذه الاعتداءات مرة ثانية على الشعب التركي طيب ولكن سيد بكير أنا سألتك عن أيضا انسحاب ترجمة نانسي قنقر